يبقى النفقة تتطلب كسوة تتطلب سكن تتطلب أكل وشرب وتتطلب تطبيب لما تتعب طيب هذه الأمور الرجل يعني لابد أن يعلم بأنها واجبة عليه طيب إيه اللي بيحصل دلوقتي اللي بيحصل إحنا شفنا كتير قوي مشاكل بسبب النفقة الرجل ربما لا يكون عالما وده أستبعد ده واش عارف أن الأمر واجب عليه ولا فكر أن الأمر سهل أو أنه يعلم ويريد أن يكيد للمرأة ويعاند في هذا الأمر ودي أشد لبعا أنت عارف الأمر واجب عليك ومع ذلك تريد أن تكيد لها ويدخل الأمر في نزاعات ونرى في المحاكم ما لا عينه نرأت شوف نشوف عجب آلاف القضايا بسبب عدم النفقة وكمان بقى لو طلقها وعندها أولاد ممكن يسيبها كده شهور دول كتير أو يسيبها سنة دول كتير لحد ما تاخد حكم الطلق وهو لا ينفق على أبنائه طب وليه من تعرف أن النفقة واجب عليك لا لعشان أكدها عشان أديئها عشان أضغط عليها طبعا هذه الأمور يعني كل وقت يمر عليك وأنت تترك القيام بواجب الله عليك اعلم أن هذا حرام أن هذا حرام يعني أنت تأثم على ذلك لذلك الإنسان لا بد أن يقوم بهذا الواجب يقوم به طواعية لأنك أخستها من بيت أهلها كانوا أيمن عليها أكل وشرب وكل شيء وجاءت عندك ما ينفعش تضيق عليها لذلك النبي صلى الله عليه وسلم عندما تكلم في هذا الأمر قال ولهن عليكم رزقهن النفقة وكسوتهن بالمعروف طيب إذن الإنسان لا بد أن يعلم بأن النفقة عليه لزوجته واجبة نحن نشوف حالات يا مولانا أن الراجل بيزل امراته على اللقمة بيزل امراته لو وده دكتور بيمن عليها أنه هو عمل كده وأنه هو مش مفوض كده ما تعملي أي حاجة نحن نشوف وحضراتكم برضو كعلماء في دار الإفتة بنشوف حاجات كتير وده إحنا دائما نقول يا جماعة هي مش العبرة أنك تكرأ الكرآن ولكن العبرة أن تفهم الكرآن وتطبق ما في القرآن تشوفني أبو الضبط تفهم الكرآن الكرآن بيطلبك بإيه وتطبقه أبو عبد الرحمن السلم يقول كان الصحابة يكرؤوننا عشر آيات بعشر آيات هذه هو لا نتجاوزها إلى غيرها حتى نحفظها ونعمل بها الله يبقى إذن العبرة بالعمل يعني كل واحد تلاقيه في الأيام الجميلة دي تليه ختمة واثنين وثلاثة واربعة والناس بتختم القرآن وتلاقيه في حتة المعاملات والواجبات لا لا يقوم بها يبقى إحنا فين تضيق القرآن في حياتنا القرآن هو الذي تقرأه يقول لك لينفق ذو ساعة من ساعته ومن قدر عليه رزقه أنا فقيره مش قادر فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاه الله إذن القرآن بيجب علينا لينفق هذا أمر يبقى إذن ده دليل وجوب النفقة على الزوج من القرآن سوابق كتير أو قليل بس لازم ينفق ذو ساعة من ساعة إذن الأمر بيرجع العرف العرف اللي أنت عايش فيه أنا عايش في مستوى أستطيع أن أنا أعايش أعايش زوجتي فيه يبقى أنت واجب عليك أن تنفق على قدر ما عندك والله إذا الأمر ضق علي ومش قادر يبقى تنفق على قدر ما آتاك الله من هذا الأمر إذن الأمر واجب ولا ينبغي للرجل أبدا مهما وقع فيه مشكلة مع الزوجة طالما أنها في بيتك لا بد أن تكون النفقة واجب عليك ما ينفعش أبدا طيب مشيت من البيت لأمر ما من الذي يسقط النفقة مش أنت لا يسقط النفقة قاد يحكم بينكما قاضي يحكم القاضي يرفع أمرها للقضاء والقاضي يشوف هي ليها نفقة ولا النفقة تسقط ولا النفقة قد إيه ويقدر لأن القرآن ما قدرش هذا القرآن جعل النفقات ليسار الرجل وإعساره حسب قدرتك طيب واللي حدد بالضبط كان القاضي ليه لأنه عنده من الآليات ما يستطيع أنه يعرف فوراته كام هو دخله قد إيه ودخله هنا قد إيه ومستوى ويعيشها إزاي الله يبقى إذن أمر النفقة أمر لا ينبغي أنه يكون مصار جدل وقضايا عندنا في المحاكم لأن الأمر واجب وطرق الواجب حرام جميل